ينضم لنا إلدور دافليتشن وهو المحلل النفطي الأول في وود أند كامباني أهلاً ومرحباً بك إلدور نحن هنا نتحدث عن تأثير أسعار النفط المختلفة عن دول الخليج لا شك أن أسعار نفط مرتفعة هي جيدة لدول الخليج ومنتجي النفط بالمجمل لكن إلى أي حد ما هي المستويات التي يمكن أن تشكل خطورة على الطلب العالمي وتحدث صدمة في هذا الطلب أو تشكل خطورة أيضاً على النمو الاقتصاد العالمي شكراً لكم في رأيي ارتفاع أسعار النفط يفيد المنتجين كما ذكرت ولكن على المدى القصير خاصة ممن لديهم رفع مال أعلى لديهم شركات أكثر يفيد الشركات بمعنى أصح أكثر من الدول إذن الدول المنتجة للنفط يهمها أكثر تأمين الطلب على فترات طويلة ولتحقيق ذلك أنت تحتاج إلى استقرار في الأسعار لا ارتفاع في الأسعار وتفادي التطرف سواء في الارتفاع أو في التدني في 2020 مثلاً كانت الأسعار بالسالب وكان هناك تطرف حاد مماثل لمادى التطرف الذي نراه الآن إذن بالنسبة للدول المنتجة من الأفضل وجود استقرار في الأسعار في مدى معين يتراوح بين علو بسيط أو تدني بسيط والسعر الذي يحفز الاستثمارات الجديدة يحفز التوريد وتفادي أن ينفض النفط خلال خمس سنوات وفي نفس الوقت يفيد المستهلكين ليستطيعوا الاستمرار في شراء ذلك النفط ألفت نظرك إلى ما حدث تاريخياً عندما كان هناك موقف مماثل في السبعينيات وفي تلك الفترة كانت هناك اكتشافات نفطية جديدة خارج منطقة الخليج وخارج منطقة شرق أوسط شمال أفريقيا مثل بحر الشمال والألسكا وشجع ذلك المستهلكين على ترشيد استهلاكهم للنفط وبالتالي علينا أن نتعلم من ذلك وأن نتجنب تكرار الموقف حتى يحتفظون بحصتهم في الأسواق طبعاً منتجي النفط أما بالنسبة لسؤالك عن التأثير على الطلب ففي رأيي ثمت عاملان هنا هناك إنفاق شامل على الطاقة هذا الجانب وهذا في وضع جيد حتى الآن على مستوى الاقتصاد العالمي ونحن نقترب من نسبة 8% من النزج جمالي المحلي تقريباً وهذا يتضمن النفط ومصادر طاقة أخرى وما زالت قابلة للتحمل تحت ظروف التضخم العالية ولكن الجانب الآخر هو سرعة التغيير وبالتالي إن ارتفعت الأسعار بسرعة كبيرة وبالشكل الذي يمنع المستهلك حتى من القدرة على التكيف أو التأقلم مع هذه الأسعار الجديدة ففي تلك المرحلة وصول السعر إلى 150 سوف يبدأ بالتسبب بمشكلات على الطلب يسبب بمشكلات للأسواق وللمنتجين سواء حيث أن إنتاج النفط الصخري سوف يزداد واكتشاف مناطق نفطية أخرى تقوية الأصول في إفريقيا مثلاً وبالتالي يزداد العرض من أماكن أخرى 150 سائر خطر على أسعار النفط 150 سائر خطر لكن هل تعتقد أن استقرار النفط أيضاً في مستويات بين المئة أو دون المئة وخمسين إذا استقر لفترة طويلة بين المئة والمئة واربعين دولاراً للبرميل كما حدث في الفترة السابقة لعام 2008 ألا يمثل ذلك خطورة المستويات الحالية هل هي مناسبة للطلب إذا استمرت لفترة طويلة؟ سؤالك في محله يصعب أن نجزم بذلك الآن بسبب تشاعب الاقتصادات وتضمونها لعدة عوامل متشابكة ولكن أقول التالي ما نتعامل معه حالياً وضع غير مسبوك بشكل رعام فالتضخم السلعي لا أعرف كيف أصفه أنا لا أتحدث عن نفط فقط بل الغاز الفحم والمعادن عدة أنواع من المعادن إذا بعد فترة من تضاؤل الاستثمارات الشاملة عن خمسين بالمئة تقريباً فهناك نسبة انخفاض بخمسين بالمئة مقارنة بـ 2018 في الاستثمارات أنا أتحدث إذن لن يساعدنا ذلك هذه ضريبة يدفعها المستهلك ولكن هناك عوامل أخرى متشعبة وهناك سلاسل التوريد ولذلك من الممكن أن نرى مشكلات حتى وإن وصل سعر النفط إلى مئة فقط أو إن استقر على مئة فقط قد تأتي المشكلات مثلاً من جانب آخر مثل سلع غذائية من القمح وهذا يربك الاقتصادات بشكل عام بسبب الأزمة طبعاً في أوكرانيا إذن في رأيي إن سألتني النفط ليس هو السلع الوحيدة التي تضرب الاقتصادات العالمية أو تربك الاقتصادات العالمية إن كان السعر منخفض يساعد ذلك المستهلك ويساعد الاقتصاد العالمي ولكن هناك سعة معينة أو قدرة معينة والافتقار إلى الاستثمارات مشكلة كنا طبعاً معروف أن النفط سلعة سمة في الولايات المتحدة في المجموعات التي تناصر البيئة في أوروبا وغيرهم مما ضحض الاستثمارات وأبعدها عن قطاع النفط مما ضر بالوظيفة هل مثلاً سنرى مئة عام قادمة من استقرار النفط ووجود عرض كافي هذا يستدعي استثمارات كافية وبالتالي هل سعر المئة جيد ما يحدث حالياً هو انذار ليستيقظ العالم ويبدأ بعادة تقييم أهمية النفط وضخ استثمارات مزيدة في هذا القطاع وهذا تحدي مهم يعني تحدي أمن الطاقة شكراً جزيلاً لك